تعيب نروح لمباراة إيران وإنجلترا والفوز الكبير لإنجلترا على إيران بقيادة كارلوس كيروش شايف ده قوة للمنتخب الإنجليزي وأداء للمنتخب الإنجليزي أم ضعف لمنتخب إيران؟ أنا شايف أن منتخب إنجلترا هو منتخب قوي جدا من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب منتخب إنجلترا للناس كتير متعرفوش أنه أعلى منتخب قيمة أسوقية لللاعبين في كاس العالم اللي موجود دلوقتي في قطر فأعتقد أن منتخب إنجلترا يضم العديد من النجوم على مستوى العالم مش بس في الدولة الإنجليزية في دوريات تانية فأنا أعتقد أن منتخب إنجلترا قدر يحق فوز مستحقه وكبير على منتخب إيران اللي طبعا تأثر شوية بالأمور السياسية في إيران كارلوس كيروش طبعا معروف أنه مدرب كبير وقدر يلعب في قاس العالم أو يقود فرق في كاس العالم ودي مش أول مرة ليه متعالي مع إيران في قاس العالم والخسارة مبارح لها أسباب كتيرة جدا لكن طبعا قوة المنتخب الإنجليز ظهرت مبارح فوز بسوداسية ومع أداء قوي جدا طبعا قد تحزير لكل المنتخبات المشاركة في كاس العالم إدارة كيروش للمباراة وتقييمك لها إيه؟ هل اعتماده على الطريقة الدفاعية اللي ربما احنا كمصرين عارفينها كان سبب في هذه الهزيمة السقيلة للمنتخب الإيراني؟ أكيد طبعا الطريقة الدفاعية ما بتنفعش مع كل المنتخبات لكن هو طبعا كيروش هو مدرسته معروفة وهو يمكن قدر يحق نجاحات بطريقته دي مع المنتخبات تانية لكن منتخب إنجلترا طبعا منتخب قوي جدا بقول لها داك بيضم أفضل عناصر في أفضل الدورات الأوروبية من بس في الدور الإنجليزي وأعلى قيمة تسوقية طبعا في البطولة منتخب قوي وقدر يحق فوس كبير فأعتقد أن كيروش ما عرفش يتعامل طبعا مع منتخب إنجلترا في مباراة مبارح كمان الأمور أسرت على النفسية شوية للمنتخب الإيراني بسبب الأمور السياسية هناك فأعتقد أن دا الأسر بشكل كبير طيب هزيمة قطر وهزيمة إيران هل دا مؤشر لشكل المنتخبات الأسيوية وأداءها خلال البطولة؟ أعتقد لسه لسه هنشوف منتخبات تانية أسيوية في البطولة وده لسه مش دا أول حاجة لسه في مباراة تانية جاية في البطولة ودايما أول مباراة بتبقى مهمة لكن الخسارة فيها بيعمل هزة نفسية شوية للفريق وهزة الثقة بين اللاعبين فأعتقد لسه يعني ممكن نشوف قطر تلعب مباراة أفضل في الدور المقبل لكن أنا شاف أن فرصتها هتبقى صعبة في الصعود للدور التانية